وقد نال الاحتفال باليوم الدولي للضمير الذي جاء بمادرة من صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر اهتماما دوليا وإعلاميا كبيرا فقد أحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم ولأول مرة اليوم الدولي للضمير وذلك كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية الأبعاد الإنسانية لمبادرة مملكة البحرين إعلان الخامس من إبريل يوما عالميا للضمير والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام وأكد أن المبادرة تترجم القيمة الإنسانية التي كرسها مشروع جلالة الملك من خلال تضمينها في مثاق العمل الوطني والدستور وما قاد لتحقيق المملكة للعديد من المبادرات والإنجازات الهامة والمؤثرة في مجالات التعايش الإنساني ودعم السلام العالمي كما رحبت جامعة الدول العربية بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأعرب الأمين العام للجامعة عن تقديره للمبادرة التي تعكس فهما دقيقا لما يحتاج إليه عالم اليوم من قيم يتعين العمل على تعزيزها وغرسها في آلية عمل النظام الدولي والعلاقات بين الشعوب والحكومات هذا وأشاد الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية بتخصيص يوم دولي للضمير استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتبنتها الأمم المتحدة وأكد أنه بمثابة جرس الإنذار الذي يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات ووقف نزيف الدماء وترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب من جانبه أكد دكتور مفيد شهاب رئيس جمعية الصداقة المصرية البحرينية وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية أن تخصيص الأمم المتحدة يوما للضمير كاستجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يؤكد حكمة سموه التي تؤمن بأن كل المجتمعات وفي مقدمتها المؤسسة الأممية التي تجمع دول العالم تحت مظلتها أيقنت بالمبادرة الرائدة التي قدمها سموه بأنه لن تتحقق للبشرية السعادة والرخاء والتنمية الحقيقية والراحة النفسية إلا من خلال تحكيم الضمير بما يخدم قضايا الإنسانية في حل المشكلات التي تؤرقها وعربت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب المصري وأستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر عن اعتزازها كمواطنة عربية بمبادرة مملكة البحرين الرائدة لإيقاظ ضمير العالم وشادت بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدة أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعمل على إيقاظ الضمير العالمي كما بثت قناة النيل للأخبار المصرية تقريرا عن احتفال العالم بيوم الضمير العالمي وأهمية مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء وأهمية تبني تعيين سفراء للضمير العالمي بهدف تحفيز الضمير الإنساني للمساهمة في حل القضايا التي تواجه البشرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما نوهت صحف الأهرام والأخبار وروز اليوسف وصوت الأمة والدستور واليوم السابع والمصري اليوم وصدى العرب بانطلاق الاحتفال باليوم العالمي للضمير استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأهمية هذه المبادرة في إرساء أسس السلام والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل خير وصالح البشرية وتطوير الأحوال المعيشية للشعوب في مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر